مرحبا بيشا بمصوار عبدو بمصوار بمصوار يا عتيك العافية أولا أنا مصري بعتذر منك أول شيء ومن كل المتابعين أنا مضطر كون بموقع التصوير وما حبيت أنه ما نكون سوى اليوم بيشا بنفس الوقت اللي وعدنا فيه الناس مصبور ولكن روا وأنا موجود حالياً بكاركتيري بالشخصية الجديدة هيدا البدي أسألك أول شيء هيدا البدي أسألك عنه وين الدقن وين الهيبة وين ال حالا أولي ولا يا بيشا حالا أولي ليه يعني نحن كممثلين مضطرين أنه أشكالنا تتبدل صحيح والبدي لانجوج تبعنا وكل شخصي يعني شخصيتنا تتبدل من عمل لعمل تاني مية بالمية عبدو خبرنا شوية عن المصرسلة اللي عم تصوره هلأ واللي كان مفروض ما يكن فيه تصوير بس جد عليك تصوير شغلات كورونا وإلى آخرية من هيدا الموضوع والتسكير واللوكداون صح نحن بكرة إن شاء الله يقطع على لبنان والعالم العربي كله هالفترة على خير وسلام يا رب وصح إذا بدك تغير زبط الكادر بس لتبين شوي من فوق راسك أوكي يلا أنا عمي يلا عمي هيك تمام أنا عم بشتغل حاليا بعمل مع الصباح ميديا وعمل رح ينعرض على شاهد بإذن الله اسمه لا حكمة عليه لأول مرة بالتعاون مع الصديق فليب أسمر لأول مرة بنشتغل سوا مع الصديق الكاتب كمان بلال شحادات ونادين جيبر تحت إشراف الصباح ميديا لما الصباح وعبدو خبرتك وعنا بكاركتر مختلف تماما تماما تقريبا 360 درجة إذا مش أكتر عن اللي عرفت فيه بالهايبة اللي هو شخصية شهين شخصيتي جديدة اسمها أكرم أكرم كيف خبرني شوية بتفاصيل إن مختلف عن الهايبة خبرني تفاصيل شرير ومشرير لا لا ما قالوا عليها لا بشر ولا بشي يعني هو كاركتر حتى مختلف عن العمل بشكل يعني كاركترات العمل كله سوا وخارج عن سيق القصة حتى يعني كاركتر رح يكون غريب شوي كيف يعني؟ يعني هو رح لك بس تفصيل واحد اللي مسمح لقوله يعني إنه هو شخص بيتعاطى مخدرات كتير آه أوكي 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 هيدا قفة العصر إذا بفينا نقول بكل العالم بزرابة صحيح خبرني شوية عبدو يعني كيف الشغل مع قصاي خولي هاي أول مرة يمكن تلتقوا كيف الشغل أنا لتقات مع قصاي قصاي صديق من زمان التقات معه بعمل كان دوري صغير بس بحبه كتير كمان كان اسمه بنت الشهبندر أوكي وجمعنا يمكن تلات مشاهد اجتمعنا فيها سوا آه ومن وقتها لليوم أنا وقصاي كتير صحبي بس لي أول مرة منجتمع بشكل رسمي هيك وعلى مستوى أكبر من من وجهله تحية كله توفي شخص يعني أولا بس إله أستاذ هو بيرفض بس هو عن جد الأستاذ قصاي خولي طبعا طبعا ما في شك أستاذ ومتواضع وكله أخلاق جدا 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 وفنان 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 شو بيفرق الممثل عن الفنان عبدو آآ بيكون الفنان بيرأيه بيكون حامل رسالة بالنسبة إله مش شغلته يكون إنسان عم يعجب الناس بس عنده رسالة عم بيقديها عنده هم عنده توتر هو بحياته اليومية آآ فنان مش بس يكون قدام كاميرا أو عمسرح خرجت من عباقة الهيبة قدي صعب بعد أربع أجزاء من الهيبة الواحد ينقق عمل يعني ينقق دور يكون إنه عم بيكون عم بينافس حاله صعب صعب كتير صعب صعب كمان بيبقى عنا قلق إنه كي بده يتقبل ويتلقى الجمهور هيدا القلبي يعني بس بالأخير نحنا عنا خوف صرنا اللي عم نشتغل بالهيبة من إنه نكون أسيرين هاي الكاركتيرات نحنا بالأخير نخرجين معه للفنون نشتغل المسرح بدلنا كتير كاركتيرات على المسرح لعبنا كتير شخصيات بده يعذرنا جمهور إلنا حق إلنا حق نقول إنه نحنا ممثلين نتبدل مع كل عمل وهي لزتنا كمان ترجمة نانسي قنقر